يعني ريم الشريف إليك يومان شغل العالم معقولة تزوجته مع نفسي هل قد عملت بلبلة وقاله أنه ريم الشريف سفرت على إيطاليا حتى تتجوز حاله؟ ولا بتصدقى أنا كمان استغربت كتير ما كنت متوقعة أنه هيدا البوست اللي مش مقصود منه أبدا كل هيدا أنه يعمل هل قد بلبلة وتفاجأت أنه الناس هل قد بتاخدوا بتجيب بالأفكار ويمكن بتحكم على الناس من بعيد من دون ما يقولوا لا ما بنعرف شو الموضوع ما بعرف يمكن لأنه العالم صايرة عم بتجن كتير بس شفوا هيدا البوست تبعي كربطوه ببوستات سابقة لعالم برات لبنان واحد أعلن زواجه على مكانة رز واحد أعلن زواجه على سجادة على دمية فصاروا العالم خلص راح أفكارهم لهود الأمور طب بس أنه هيدا الموضوع أنه واحد مكانة رز وسجادة ودمية يعني أنه أوكي هيدا جنون فيك تقولي بس أنه أنا كان كل الهدف هو تركيز الضوء على حب الزيت يعني أحب نفسك أولا وأنا أكيد ما سفرت على إيطاليا لا أعمل مراسم عرسي مع نفسي وأكيد ما تزوجت نفسي وأصلا ما بتزبط يعني يعني لو أنا عن جد بطل عندي بالنس بدماغي وعملت ما في أعملها يعني فيك تروحي أنت تسجلي حالك مزوجة حالك ما بعتقد ولا مرة أصلا خطر ببالي أسأل هالسؤال لأنه ما كان المقصد من البوست طبعي أنا سفرت على إيطاليا لأعمل هيلينج ريتريت أنا شخص بعمل تأمل بعمل يوغا بعمل تنفس رياضة روحية وهالخبار لها تضل حافظ على سلامتي وصحتي النفسية والعقلية والجسدية مثل ما بتعملي شعرك بتعملي ضافيريك كمانا بديك تشتغلي من جوا دايما تعملي صيانة ومينتنينس ودايما تحسني من نفسك وتكوني إنسان أفضل كل يوم يعني أنا قلت نعم لنفسي وين المشكلة إذا قلت نعم لنفسي نحن معوادين أنه دايما نجي على حالنا كرمال غيرنا ومعوادين على مبدأ التضحية وربيانين على مبدأ جلد الزيت أنا ضد هيدا الموضوع وصرت غيره وبطلت إجلط حالي كرمال الآخر وبطلت بدي الآخر على حالي هل أنا كفرت إذا حبيت نفسي؟ ما ربنا بكل الأديان السماوية بيقلك حبي حالي كوني أنت منيحة ما بده شي منك ربنا غير أنه أنت تكوني إنسان مرتاح وسعيد ومتصالح مع نفسه يعني لازم نكون موترين ومش مزبوطين كان المقصد مننا بس التصالح مع الزيت وإني كتبت عهود لنفسي أنه ريم ريم الصغيرة لزوة أنه أنا بحبك كتير وبعرف شو ما رأتي وبعرف قد أنت قوية أحلى بدي يقولوا أنه أنت مرأة بشي صدمة عاطفية عشان هيك يعني اليوم عم تعطي فرصة لحالك أكتر حتى تحب حالك وما تعمل تضحية كرمال الأشخاص معينين صح يعني مش أنه لكن ما بتفرق مع الناس إذا قالت مرأة بصدمة ما أنه شي عايب يعني مين مننا مش مرأة بصدمات عاطفية أكيد أنا في قطعة مراحل بحياتي صعبة وقويت وقوتني وخلتني كون إنسان أحسن وين الغلط إذا واحد اشتغل على حاله وأنه للصعوبات ما خلته ينجر بالغلط أو يضيع سو باعتقد أنا بال يعني أنا تفاجأت كتير أول شي تضيقت لأنه حسيت الناس ما فهمتنا كتير أنت اليوم كان قصديك شيء بوزيتف بتاعتي بوزيتف فيبس فراحة نيجاتيب بس في أشخاص اليوم اعتبروا أن يمكن اليوم اتعمدت هذا الموضوع حتى تطلع الترند وتكون حديث العالم فابيان يمكن صلك زمان تعارفيني من بداية مشوار الفني أنا ولا مرة عملت بشيء بحياتي هيدا الشيء ولا أفكر أعمله لأنه أنا إنساني عندي موهبة إذا موهبتي ما أثبتت نفسها ما أني مضطرة أعمل أي شي تاني صدقيني بكل براءة نزلت البوست هيدا صور مأخودين بأكتوبر نزلتهم لأنه حسيت أنه الدرس أبيض وفيه خضار أنه من راحي رمضان وأنه الواحد حلو يتأمل ويشتغل على حاله وحب الزيت والتصالح مع الذات والتشافي أنه حسيتها كتير بوزيتف وإجا تعليقات كتير بوزيتف فيه ناس قالوا لي برافو عليك هيدا الصح لازم الإنسان يحب حاله هل ندمت على هيدا البوست وقلت لازم يمحيه؟ لا لو كنت ندمت كنت محيته بس أنا شخص بحب الحق ومعروفة ثورجية وعنيدة على الحق ما ممكن أتراجع عن شيء قلته خاصة أني ما أتنعى أني على حق وأنا ما تزوجت نفسي ولكن كان فيه صياق التعبير فيه كتير الفنانين بيسألون مين بتحبوا؟ بقلهم بحب فنة تزوجت فنة طب ليه ما بهدلون؟ وقالوا مجنين ليه ما جنت العالم؟ وقالوا يتزوجوا فنن واو عرفتي سايرة من حق أنا لما قلتها ما كان قصدتها أنه هيك أنه قلت ياس لنفسي وتزوجت حالي بطريقة أنه عهدت نفسي أني حبها واحترمها وخاف عليها وصونا وما عن نيجاتفة اللي صارت لو أول شي ديقتني لأنه ما استوعبت شوان بسهير بشكر الناس أنه كمان أخلوني ضوي على هيدا الموضوع أكتر وأكتر وإني وصل الفكرة أكتر وإشرحها أكتر وغير هيك أنت بتعرفيني كريم الشايف فنانة بغني طرب ربحت استوديو الفن عندي برنامج ديكو المهابيج وبرسم وبكتب وبلحن ريسنتلي حديثا صار طلع كاركتر جديد كمان فيه من عشق للموسيقى يعني شرقية بس ديب هاوس مع بيت وتعلمت كورس دي جيينغ وصرت دي جي فريم صارت كمان دي جي هي وين صارت هي عم تنطلب للحفلات كدي جي؟ هلأ عم بقى يعني أنا اليوم معك عم بطلقها أنا من يومين خلصت الأكاونت على ساوند كلاود دي جي هي ونزلت أول ست لإليه ديب هاوس والعالم رح تدل عم تسمع الأغاني العربي طبعي كاريم الشريف والجزء اللي بحب هيدا النوع من الموسيقى رح يقدر يسمع ديب هاوس ميوزيك باي هي من بعد ما تغيرت نظرته لريم الشريف موضوع الحيات الخاصة اليوم إنه قدمت التضحيات كتير وصار هلأ بتعتبر لازم يكون في حب لزات هل رح ترجع تدخل بقصة حبة جديدة أو خلاص؟ أكيد أكيد أنا لايكي صار لي تقريباً كتير فترة طويلة من بعلاقة مع أي شخص ثلاث سنين ونص تقريباً صار لي سنجل وقررت من آخر علاقة إنه فوت برحلة التشافة بالعكس هلأ رح أجزه ما بدي أعطيه أهمية ووقت للقصة بالعكس لك الوجع كمان هو رسالة يعني مثل ما الناس اللي بتفرحك هي إلى دور حلو بالدنى الناس اللي بتوجعك إلى دور حلو لأنه الوجع فيأك على حالك خليك تتعلم يدرس وتصيري شخص أحسن فأنا بالنسبة إلي ما لازم أي إنسان يكون بعلاقة قبل ما يشتغل ع حاله وما لازم يتزوج قبل ما يشتغل ع حاله وما لازم يجيب أولاد قبل ما يشاف حاله لأنه كله حينقلوا لبيته وحيورطن لأولاده اليوم أنت صرت ما هيئة أنا اليوم بالعكس أنا اليوم أكتر من أي وقت مضى رادي أنيكون بعلاقة مع شريك العمر شكراً لألكم مرسي لألكم شكراً لكم شكراً لكم Kontakt شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة